اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة منذ الاعلان عن عزم المملكة العربية السعودية اقرار استراتيجيتها 2030 ونتابع باهتمام بالغ هذه الاستراتيجية الطموحة وذلك لإيماننا العميق بان الرؤية ستكون لها نعكاسات ايجابية على مسيرة التقدم في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وستكون امتداد هذا التأثير بل سيكون امتداد هذا التأثير على دول الخليج بصورة خاصة والعالم بشكل عام لما ترتكز عليه المملكة العربية السعودية من ثقل اقتصادي وقوة كبيرة في العالم واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد حرصنا على متابعة لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مع قناة العربية والتي طرح من خلال هذا لقاء رؤية المملكة 2030 وتفائلنا بما تضمنه من نقاط ومرتكزات سترسم ملامح مستقبل المملكة والمنطقة والأمة العربية والإسلامية وسيكون امتدادها إلى العالم وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات المملكة الهائلة ومواردها وشبابها حيث كان حديث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صريحا وطموحا وعصريا وشيقا وحمل أبعادا وطنية واستراتيجية ظهرت على محياه التفاؤل بتطبيق هذه الاستراتيجية التي سترسم خارطة طريق لتقدم المملكة العربية السعودية الشقيقة وبينا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حظي بدعم كبير ومباركة من قبل خدم الحرمين الشريفين لإطلاق رؤية المملكة 2030 والعمل على تنفيذها بالصورة المتميزة باعتبارها خطوة جبارة ليس للسعودية فحسب وإنما للمنطقة نحو المزيد من الرفعة والإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة وجعل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي قوة كبيرة في العالم من كافة النواحي وخاصة الاقتصادية منها وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين وبرؤية واضحة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدة دائما ما تحرص على التكامل والتعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية وكلنا أمل في أن تشكل هذه الرؤية والتكامل الخليجي مرتكزا آخر وشكلا من أشكال التعاون الإيجابي فيما بينهم ليعمل خير كافة أرجاء المنطقة وتستمر عملية التنمية وفقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بالتوفيق والنجاح في تطبيق هذه الرؤية المتميزة ولسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السدادة في التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية لما لها من أهداف متميزة وبعيدة المدى على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي والأمة العربية والإسلامية والعالم